السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم بالدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد نتحدث في هذا الفيديو عن أحد الأفعال المهمة باللغة الإنجليزية هو الفعل let let بمعنى يدع أو يسمح يترك مثال let me go دعني أذهب let me eat دعني أأكل let me go ممكن نختصرها let me go let me eat إذن let بمعنى يترك let me دعني أتركني أسمح لي let me go let me eat طبعاً نعرف الضمار بحالة الفاعل يجب أن نحفظها I he she it we you they me me this is my let me let me let me let she هذا خطأ يجب أن أستخدم الضمار بحالة المفعول به I تصبح me He Him She Her It نفسه We Us You أيضا رح تكون نفسه They Them Let me دعني Let him دعه Let her دعها Let it دعه ودعها لغير العاقل يعني تركه أو تركها Let us دعنا تركنا اسمح لنا Let us Let you خمس ترجمات دعك دعك دعكما ودعكنا ودعكم لنعرف you لها خمس ترجمة أنت 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 وأنت ن let them دعهم دعهما دعهن إذا لذي كما قلنا بمعنى يترك أو يسمع let me let him let her let it let us let you let them الضمير الوحيد الذي يختصر مع let هو us عدنا let us ممكن أختصرها let's أضع أباستروفي بعدين s يعني أحذف حرف u وضع s let's مثلا let's go let's go دعنا نذهب إذن أو أقول let us go الاثنين صحيحة بس دائما باللغة الإنجليزية يختصرون let's go ممكن شخص يظن الـ s هذه s الجمع plural s وهذا خطأ ممكن يظن s الملكية possessive s وهذا خطأ إذن هذه الابستروفي s هي اختصار ل us الضمير us إذن لدينا هذه الأمثلة let's in طبعا جميع تبدأ let's كما قلنا let's هي اختصار ل let us أو let us let's in يعني دعنا ندخل أو اسمح لنا بالدخول let's see a movie دعنا نشاهد film أو cinema let's get something to drink دعنا نحصل على الشيء ما للشرب let's get something to drink to بمعنى ل let's find it ممكن شخص يسمع دعنا أو يريد نقول دعنا نجده أو نبحث عنه لا يعرف معنى يدع أو يترك let نا هي us كما قلنا نختصرها let's يجد find find اله هذه it let's find it دعنا نجده let's stop دعنا نتوقف يريد نقول let's find them بدل it نستخدم them دعنا نجدهم أو نبحث عنهم let's find them إذن كما قلنا في بداية الفيديو السبع ضمار يجب معرفتهم بحالة المفعول به let's end let's see a movie let's get something to drink let's find it let's stop نريد أن ننفي هذا الفعل فقط عدنا do أحمل عليها not do not يعني لا تختصر أحذف الأو تصبح don't don't كما قلنا بمعنى لا إذن هذا بحالة الأمر imperative إذا الأمر إذا لا أستخدم doesn't باشرة بالنفي أستخدم don't مع جميع الجمل don't let them drive لا تدعهم لاحظ لا تدعهم يقودون أو يسوقون لا تسمح لهم بالقيادة أو أن يسوقوا don't let them know about him لا تدعهم أو لا تسمح لهم لا تتركهم يعرفون عنهم don't let them go لا تسمح لهم بالذهاب إذن استخدم don't والفعل let بمعنى لا don't let them drive don't let them know about him don't let them go كما قلنا الضمار بحالة المفعول به يجب معرفتهم me him her it us you them إذن سبع ضمائر يجب حفظهم بصم don't let him upset you لا تدعه يزعجك don't let him upset you كما قلنا الضمائر يجب معرفتهم فقط استبدل الضمير المناسب لا تدعه الها هذه ممكن شخص تروح انه الفكرة هذه الها خلص هي احد الضمار بحالة المفعول به let your body relax دع دع جسمك يرتاح لاحظ ضمير هذه بحالة الملكية لدينا ضمائر بحالة الفاعل كما قلنا I I he she it we you they بحالة المفعول به me him her it us you them بحالة الملكية من نفسها اشتقنا عند الضمار بحالة الفاعل my his her its our your their ايضا استخدم الضمير المناسب let your body relax let his body relax وهكذا he won't let her leave the city سوف لن want هي اختصار ل will not اذا تختصر want نفسها سوف لن ترجمها سوف لن هاي بالمستقبل he won't let her يعني سوف لن يدعها تغادر المدينة he won't let her leave the city let's try anyway دعنا نحاول على اي حال let's try anyway كما قلنا let's هي اختصار let us هي الوحيدة التي تختصر من الضمير let me do it ممكن نختصرها لمي باللفظ طبعا من الكتابة let me do it دعنا نقوم به let's have your report by sunday دعنا يعني نحصل على التقرير أو تقريرك بيوم الاحد let's break for lunch دعنا نستريح للغداء let's have your report by sunday let's break for lunch بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تحدث فيه عن الفعل let وكيف استخدمه باللغة الانجليزية من مهم معرفته وتدرب عليه بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته